سؤال رقم عشرة طلب منك في سؤال رقم عشرة ما المحتوى السجلين تريس آ و تريس بانطلاقا من هذا التركيب نبدأ بأول سجل وهو تريس آ يحتوي على ثمانية أبيات منها ثلاث أبيات غير مستعملة في البداية نبدأ بالترقيم البيت الأول والذي نسمي بيت صفة ركزوا معي دائما نبدأ بالترقيم بالبيت الصفة ثم بيت واحد ثم بيت ثنين ثلاثة وآخر بيت هو بيت أربعة تريس آ يسمى سجل اتجاه وظيفة التحكم في المرفأ بورت آ وكذلك مرفأ بورت آ يحتوي على خمس أبيات من آر آ صفر إلى غاية آر آ أربعة نلاحظ أن آر آ الوحيد هو المستعمل أما آر آ صفر وآر آ ثنين وآر آ ثلاثة وآر آ ربعة غير مستعمل بما أن آر آ موصول بالمقاومة ومقاومة موصولة بقاعدة ترانزيستور لكي يكون مقحل مشبع أو مانع يجب أن يعطى له التيار من آر آ أو آل جو في هذه الحالة آر آ يعطي التيار بما أنه يعطي التيار في هذه الحالة يعتبر مخرج والمخرج نرمز له برقم صفر أما الأبيات المتبقية فلكم الحرية إما إكمالها بأصفر أو إكمالها بوحدات منطقية أو إكمالها بأرقام عشوائية المهم والأهم أنك لا تخطئ في البيت بواحد الذي يتحكم في آر آ أنا أكملت الأبيات كلها بأصفر نذهب إلى تريس بي ويسمى كذلك سجل اتزاه يتكون من ثمانية أبيات وظيفته يتحكم في المرفع بي لاحظوا معي أر بي صفر موجودة ومربوطة بالجامع لترانزيستور تي خمسة إذن في حالة مقحل يكون مشبع تيار ينتقل من هذه النقطة ويذهب إلى GND عندما يكون مقحل مانع وبالتالي دارة مفتوحة إذن تيار يبدأ من هذه النقطة من خمسة بوط ويذهب إلى AirB0 تلاحظون AirB0 يتلقى التيار في هذه الحالة AirB0 يعتبر مدخل بنفس الطريقة لAirB1 بنفس الطريقة لAirB2 AirB3 AirB4 تلاحظون أنهم كلهم يعتبرون مداخل ونرمز للمداخل بواحد منطقي في هذه الحالة نقوم بالترقي AirB2 1 AirB3 1 AirB4 1 أما الأبيات متبقية كما يحلو لكم إكمالها بصفر منطقي أو واحد منطقي أنا أكملتها بصفر منطقي اشتركوا في القناة